اشتركوا في القناة اذكر ثلاث وسائل وصائط لشبك التواصل الاجتماعي ذات الاستعمال الواسع صنف ما يلي حسب الجدول الجرائد السينما الإذاعة المصرح المجلات الفيسبوك تويتر المؤتمرات الملتقيات المحضرات الكتب قنوات الإذاعية قنوات تليفزيونية الحوار والندوات والأنترنت وسائل مكتوبة مسموعة بصرية مرئية ووسائل ووسائل مباشرة طيب قرأت أن البلدية كجهاز إداري وحكومي مصغر لها اختصاصات مختلفة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي طلب منك والدك شرح هذه العبارة تخضع إقامة أي مشروع استثماري أو تجهيز على إقليم البلدية أو مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي لا سيما في مجال حماية الأراضي والتأثير على البيئة يبادل رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية ناشاطات اقتصادية تماشى مع الطاقات البلدية ومخططها التنموي لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة تدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته اعتمادا على معارفك السابقة والسندات اشرح لوالدك العبارة التي قرعتها نموذج الثاني أذكر ثلاث معايير تميز الولاية عن البلدية ما فائدة أداء الحق الانتخابي صحيح العبارات الأتية يقوم المجلس الشعبي البلدي بالمصادقة على ميزانية الولاية ومناقشة برامج الحكومة المجلس الشعبي البلدي يقترح مشاريع على والي الولاية المجلس الشعبي البلدي منتخب من طرف سكان الولاية المجلس الشعبي البلدي يمثل بعض أحياء البلدية المجلس الشعبي الولاي أدات للتنمية وتحسين المستوى المعيشي للسكان على مستوى الولاية طلب منك أخوك شرح هذه العبارة يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد المخطط تهيئة الإقليمية الولائي ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجل لها إنعكاسات على مخطط تهيئة الولائية يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات ويمكنه أن يقدم الاقتراحات ويبدل الملاحظات في كل ما يخص شؤون الولاية إلى الوزير المختص وذلك في أجل الأقصى ثلاثون يوما اعتمدا على السندة ومعارفك القبلية اشرح لأخيك العبارة التي قرأتها أعرف ما يلي المجلس المنتخب الدستور للمجلس الشعبي البلدي عدة مهام أذكر أربعة منها صحيح العبارات الآتية الديمقراطية تعني حكم الفرد وإلغاء المجالس المنتخبة المواطنة تعني الانتماء إلى وطن أجنبي وعدم الاعتراف بالرموز الوطنية المجلس المنتخبة لا تمثل الشعب وتعمل على تحقيق مصالح أجنبية لا يمكن للشعب من حضور عمليات الفرز بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية يعتبر الانتخاب واجب وحق على الفرد أن يدلي بصوته يوم الانتخاب لضمان نجاح العمليات الانتخابية والتعبير الحر في اختيار النواب الأكفاء لتمثيل الشعب طلب منك صديقك شرح هذه العبارة من نتائج الانتخاب وحسن اختيار أعضاء المجلس المنتخبة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات يعتبر الشعب شريك اجتماعي ومسؤول غير مباشر في تحقيق التنمية لأنه عبر عن رأيه في اختيار نواب أو نوابا يمثلونه في المجالس المنتخب اعتمادا على السنادات المقدمة ومعارفك القبلية اشرح لصديقك العبارة التي قرأتها طيب بإمكان تلميذي يوقف الفيديو قبل أن يطالع على الحلول طيب يشوفوا الحل تعال النموذج الأول الشخصية الطبيعية المقصود بها أن كل شخص أو مواطن يتحمل مسؤولية نفسه حيث له لقب واسم وعنوان أي له هوية خاصة به الشخصية المعنوية يقصد بها أن المسؤولية عامة وتستمر بدون المسؤولين لأنها ممثلة في المؤسسات والمنظمات ثلاث وسائط لوسائل شبك التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستغرام والتويتر وسائل مكتوبة الجرائد المجلات الكتب وسائل مسموعة الإذاعة والقنوات الإذاعية وسائل بصارية مرئية السينما والمصرح والأنترنت وسائل مباشرة فيسبوك تويتر المؤتمرات المنتقيات المحاضرة والندوات والحوار الوضعية تعتبر البلدية جهاز إداري حكومي مصغر يمثل اللامركزية التسيير في مختلف المجالات ففي المجال الاجتماعي تتكفل البلدية بتجهيز المدارس الابتدائية في جميع النواحي كما تساهم في إنجاز الهياكل القاعدية قاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة كما تتكفل بتحسين الإطار المعيشي للمواطن بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضاري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ أما في المجال الاقتصادي فتشرف البلدية على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس على ترابها إذ تساعد على استصلاح الأراضي وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية بوضع ضوابط لها والعمل على ترقيتها بهدف تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة أما في المجال البيئي فتقوم البلدية بالمحافظة على حماية البيئة والمساهمة في التشجير والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط والبيئة كما تتخذ كافة الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها إذن فالبلدية تعمل على تحقيق التنمية في جميع المجالات على مستوىها في إطار صلاحيتها التي يحددها قانون البلدية طيب النموذج الثاني المعايير الثلاثة التي تميز الولاية عن البلدية عدد السكان البلدية أقل من الولاية المساحة البلدية أصغر من الولاية الصلاحية البلدية أقل والولاية أكثر فائدة أداء الوجب الواجب الانتخابي يعتبر أداء الوجب الانتخابي أمانة يقتضيها الضمير الحي والواعي بحيث يجب اختيار البرامج والمترشيحين والمترشيحات الأكفاء الذين لا يطعنوا في أخلاقهم وسلوكهم أحد والقادرين على تحمل المسؤولية والعمل على تحقيق المصلحة العامة تصحيح العبارات يقوم المجلس الشعبي البلدي بالمصادقة على مزانته البلدية ومنقشة مخططة تنمية البلدي المجلس الشعبي الولائي ينفذ وينجز مشاريع محلية على مستوى البلدية المجلس الشعبي البلدي منتخب من قبل سكان البلدية المجلس الشعبي البلدي يمثل سكان كل أحياء البلدية المجلس الشعبي الولائي هيئة منتخبة تمثل سكان الولاية ويعمل بالتنسيق مع الوالي لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للسكان على المستوى المحلي يعد المجلس الشعبي الولائي مخطط للتنمية على المدى المتوسط ويبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبئة من طرف الدولة في إطار مشارعها والبرامج البلدية للتنمية يعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية حيث يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشأنه يهتم المجلس الشعبي الولائي بالفلاحة والري ويعمل على ترقياتها وزيادة الإنتاج بتوفير كافة الوسائل لذلك كما يعمل على توفير الهيئة الاقتصادية المتعلقة بجميع الأنشط على ترابي الولاية ضمانا للتنمية الاقتصادية كما يعمل ذلك على توفير تجهزة التربية والتكوين المهني كما يشرف على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ويقدم مساعدات ومساهمات في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب كما يقوم بترقية قطاع السكن باقتراح مشاريع على الوالي كما يساهم في تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية كما يعمل بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برامج قضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته إذن فالمجلس الشعبي الولائي واسطة بين السكان الولاية والوالي في التعبير عن رغباتهم والعمل على تحقيق التنمية وتحسين معيشة السكان على المستوى الولائي طيب نموذج الثالث المجلس المنتخبة هي هيئة منتخبة من من النواب تمثل الشعب الذي انتخبها على ثلاث مستويات المستوى البلدي المجلس الشعبي البلدي الولائي المجلس الشعبي الولائي المستوى الوطني عند المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة والبرلمان الدستور وثيقة قانونية تمثل القانون الأعلى في البلاد ومصدر التشريع والقوانين في أي بلد أربعة مهام للمجلس الشعبي البلدي تنفيذ المشاريع المحلية في إقعار السياسة العامة للدولة السهل على الإشراف في المجالات الآتية الاقتصادية والمالية والاستثمارية ضبط معايير الصحة والنظافة وحماية البيئة والتراث والسياحة والاهتمام بالصناعة والفلاحة والتجارة تصحيح العبارات الديمقراطية تعني الحكم للشعب الذي ينتخب بالمجالس المنتخبة لتمثيله وتحقيق طموحاته المواطنة الانتماء إلى وطن الآباء والأجداد والاعتزاز بالرموز الوطنية والإشادة بها المجالس المنتخبة تمثل الشعب على جميع المستويات وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة يمكن لشعب حضور عملية الفرز بعد الانتهاء من العملية الانتخابية الوضعية إن تطبيق الديمقراطية الفعلية وتجسيدها في الواقع تقتضي مساهمة المواطنين في اختيار ممثليهم في مختلف المجالس وكذلك اختيار المترشح لمنصب رئيس الجمهورية الانتخاب يعني اختيار الأصلح والكف ليكون عضوا في المجالس المنتخبة ويتحمل المسئولية كاملة في خدمة المواطنين وترقية مستواهم المعيشي سواء على المستوى البلدي أو الولاء أو الوطني إذ يعمل الأعضاء المنتخبون على التعبير عن انشغالات المواطنين واقتراح مشاريع تخدم السكان لذا يعتبر الشعب شريك اجتماعي ومسئول غير مباشر عن أداء الأعضاء في المجالس المنتخبة إذ أي تقصير أو إهمال منهم يعود عليه لأنه لم يختار الأحسن لذلك يجب على كل مواطن أن يختار الأحسن والأحق لأن من أساس الديمقراطية هو انتخاب من يسير شؤون المواطنين بصورة حسنة بعيدا عن العرشية والجهاوية والتعصب لذا على المواطن مراقبة ومتابعة عمل المنتخبين الذين يقترحون برامج ومشاريع تخدم الشعب إذن فالشعب هو المسؤول عن اختيار نوابه في المجالس المنتخبة فيتحمل نتيجة اختياره لأنهم يسيرون البلدية والولاية نيابة عنهم فالانتخاب منبر للتعبير الحر في تجسيد الديمقراطية والتداول على السلطة في الآخر بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا